أعلن اليوم الخميس محرم إنجا أحد المنافسين الأربعة للرئيس التركي راجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الرابع عشر مايل جاري أعلن عن انسحابه من السباق وقال إنجا رئيس حزب البلد الذي نال ما بين 2.4% من نواية التصويت في استطلاعات الرأي الأخيرة خلال مؤتمر صحفي إنه سحب ترشيحه للانتخابات وبرر إنجا قراره بالقول إن تحالف المعارضة الذي يضم ستة أحزاب بقيادة كليجدار أوغلو سيحمله كل المسؤولية في حال خسارته أمام الرئيس التركي النقطة الأخيرة التي وصلوا إليها كانت لا يستطيع الانسحاب لقد أخذ المال من القصر كيف سيعيد المال هناك أسئلة من هذا القبيل أنا أنسحب من السباق أنا أنسحب من السباق أنا أفعل هذا من أجل بلدي حاولت فتح قناة لم نتمكن من فتحها لم نتمكن من ذلك لا ندع لهم أي أعذار إلا عندما يخسرون الانتخابات فإنهم سيلقون كل اللوم علينا ليس لديهم عفو أريد تصويتا من كل بيت لحزب البلد ولكني أنسحب من الترشح للرئاسة أريد تصويتا من السباقات أريد تصويتا من السباقات